اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات النهاردة هنشوف مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات ان شاء الله يا رب تنون اعجاب حضرتكم طبعا في البداية هنعمل حاجات حلوة احنا في العيد كل سنة وحضرتكم طيبين وحبين نعمل وصفات بسيطة وجميلة مع الشاي طبعا بجانب الحاجات الحلوة اللي احنا دايما بناكلها كحك العيد والبسكويت والحاجات الحلوة اللي عملناها مع بعض لكن ما يمنعش ان في ناس تانية وممكن ما تكلش من ده وتحب تاكل كيكس وحاجات مختلفة خلينا نراعي ونبقى عملنا كل حاجة وكل الاراء اللي تقدمت لنا حطناها في الاعتبار وده علشان نرضي حضرتكم في البداية هنبدأ نقول هنعمل ايه؟ هنعمل النهاردة كيك الجلش اتفقنا انه كيك الجلش من كيكات الخفيفة واللطيفة ولو تبقى عندي بواقي من الجلش انا مش عارفة اعمل بيها ايه وهتنشف الفريزر انا قدر استغلها في كيك حالي هنشوف مع بعض هنبدأ نقول المأدير بتاعتنا وتنطلق صفارة الحكم وبتبدأ وتعلن عن بداية الشرط الاول يلا بينا عندي الكيك الجلش لفة من الجلش وممكن تاخد اقل او اكتر على حسب كمية الجلش او حجم الصينية لحضراتكم هتستخدمها عندي كوباية ونص من اللبن نص كوباية من القشطة تلت اربع كوباية من السكر او ممكن تبقى نص كوباية أربع بيضات عندي معلقة كبيرة من فانيليا رشة من الفانيليا ونصف كباية من السمنة المزابة وينفع زبدة لو حابين معلقة كبيرة من الزبدة الطرية وعندي معلقة كبيرة من الكاسترد باودر ومعلقة كبيرة من النشا زبيب أو سوداني الشرباط شرباط بسيط وخفيف مش هنعمل شرباط تقيل هنعمل شرباط من كبايتين من السكر كباية من الميا معلقة من عصر الجلوكوز أو العصر الابيض ومعلقة صغيرة من عصير الليمون وطبعا فاناليا طيب هنبدأ اول حاجة هنعمل حاجات بسيطة جدا احنا المكونات الجفة هنجمعها مع بعض في بولا وهندمج مع بعض المكونات السائلة وهنضربها مع بعض وهنشوف التكنيك بتاع كيك الجلاش هيكون ازاي هي بسيطة جدا فاتبقى عندنا جلاش بقى باقي من رمضان مكان جلاش كلنا بنعمله بنشتغل به احنا ان شاء الله مش هنحتاج ان احنا ايه بسم الله بصوا باقي هاخد كده مش شرط تكون ورق كامل ولا يكون ورق حتى لو ناشف لو الجلاش ده ناشف عند حضراتكم هاخد كده الجلاش منه شوية وهاخد كده لصانية اللي انا عايزة اعمل فيها كيك الجلاش هاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم احطها هنا وحبدأ ورقات الجلاش هكرفشها كده وهعمل كده هاخد الورقات هاخد كده بقيت الورقات وابدأ اكرفش فيهم تان اهو كده كده اهو كده على حسب حجم الصانية اللي احنا عايزان طبعا الخليط بتاع الكيك ده ما بيبقاش فيه نسبة دقيق لانه بيبقى حاجة كده كريمي عامل زي الكريمة بالزبط فبيبقى الموضوع بسيط وجميل وخفيف وبنسقيها من الشربات زي ما ناس كتير قوي بتحب الكيك بتاعة الرواني اللي هي بيبقى فيها كيك الزبادي يعني بسوا اهي شايفين ورقات كده بتدي بقى شكل اللي احنا هنقلبها يعني الكيك دي بتتقلب فبيطلع شكل الجلاش ده من فوق وبيبقى شكله جميل زي ما حضراتكم شايفينه كده طيب هنبدأ بقى نعمل تاني هنا اهو خلاص وناخد ورقة كمان وطبعا دي من الحاجات الجميلة قوي بيطلع مقرمش ورائع بصوا هو مفنكش آه بس عامل شكل جميل اهو شايفين انا ببص معاكم تمام تسلم ايديكم اهو خلاص ودي اخر واحدة اهي حطها هنا وادي الجلاشات الامورة دول والباقي هطبقوا لمرة تانية اقدر استفيد منه في جلاش تاني ان شاء الله انا كده جهست الجزء الاولاني هجيب كده بقبولة بسم الله هجففها كويس هحط فيها المكونات بتاعتي الجفة اللي هي السكر احنا طبعا هندوب السكر ده مع البيت بس خليني الاول ايه نجاهز هنا بولا القشطة ممكن نوش اللبن وممكن تبقى قشطة علب زي ما حضراتكم تحبوا اللي متوفر عندكم خليني اكسر بس البيضة بيضة بيضة عشان احطها هنا ابقى ضمن انها تمام بسم الله اهو طبعا احنا اتفقنا الواحد بسم الله في الصيف لازم يكون حريص في موضوع البيض ده قوي اهو بيضة بيضة كده عشان بس اطمن انه كله تمام بسم الله طبعا احنا اتفقنا في تنقية البيض لازم تكون البيضة تقيلة اه ما تبقاش خفيفة ده لو احنا لسه بنختار البيض من السوبر ماركت لعني لسه بنشوف البيض اللي هنشتريه اه تكون اه نقرأ تاريخ الصلاحية من عليها او الانتاج بتاعها عشان ده مهم قوي انه ما تبقاش بقالها فترة طويلة اه قولنا البيض لما بيتحط بتحط بالجزء البيضاوي اللي هو الرفيع اللي تحت في التلاجة عشان يحافظ على السوائل دايما موجودة بنسبة كبيرة يبقى البيض ده ما بينشفش مننا بشكل واضح طيب هحط ده هنا وخليني بقى ابدأ اخد البيض ده هروح كده على الخلاط انا بس هسبق حضراتكم هنا بحاجة انا عايزة حط سوداني فهحطه كده بصوا عايزين تجرشوه مفيش مشكلة عايزين تسيبو بيت دي طعم حلو قوي مع الكيك ده بشكل جميل اهو كان واحد السوداني كده حلوة انا عارفة انه انه ده بتحب الكيك دي اوي صح يا نودي بتحب كيكي جلاش انا هسيبها كده يعني نوع من التطعيمة الجميلة للمكونات هحط كده البيض بسم الله بعد ما انا ضمنت انه تمام اهو وخليني بقى اخد طبعا اول حاجة الفانيليا اللي حابف في حضراتكم يطعم مسلا برشة من القرفة اه مفيش مشكلة انا عندي الفانيليا سيلة بسم الله هحط شوية من الفانيليا سيلة الله انا حط رشة بس من القرفة بتدي طعم كده بس مش هكتر دي بتدي تاست كده مع الكلام الجميل ده بشكل رائع هاخد بقى السمن هنا حضراتكم تقدروا تستخدموا السمنة او الزبدة زي ما تحبوا انا هستخدم السمنة هحطها هنا وادوبها اوكي اهو ندوب السمنة دي كده شوية اللي عايز يستخدم زبدة مكان السمنة مفيش اللي عايز يستخدم زيت مكان الاثنين مفيش اي مشكلة خالص طيب اه عندي معلقة واحدة بس من الزبدة هحطها معاهم واحدة بس ودي لدعم الطعم هاخد السكر بسم الله وهضيفه هنا في الخلاط وخلينا نضرب الخليط ده الاول مع بعض اشتركوا في القناة شوية هد بقى ضيف هنا الزبدة او السمنة المزابة بسم الله وهضرب ضربة كمان هاخط مع معلقة الكاسترد واحد معلقة باكينج باودر زرت مالف علشان اصبط وادعها يعني على الطعم المسكر اهو الرؤاق بس هيبقى ناشف يعني هيطرقوا معنا وهو بيسألوني لو عملناها بالرؤاق فكرة حلوة طبعا خليني ااخد القشطة بصوا بقى الرؤاء طبعا هيتكسر بس أولا مش هيدين الشكل بتاع الجلاش لأنه مش لين في التعامل إلا لو استخدمنا الرؤاء الطري الرفايع بس الرؤاء تقيل تخين يعني سميك لما هتيجوا تسقوها هتبقى حلوة بس هتبقى بقى رمشة مش هتوصل للطراوة اللي زي الكيك ده هنستخدمها خليني أنزل دي بالسباتيولا هنا دي اشتق طبعا لو في وش اللبن هتبقى جميلة تدعمه بقى كيك رائع كريمي ممتاز وهاخد بقى هنا كده لفة كمان وهبدأ أضيف اللبن من فوق بسم الله الرحمن الرحيم علشان أحصل على خليط حل بسم الله موسيقى 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 بصوا بقى الخليط دي بقى كده مفيش دقيق انا حطيت كاستر دي ادعم اللون الاصفر الجميل والسمن او الزبدة مع بعض او تقدروا تعملوا بالزيت بصوا بقى نسمي الله بصوا بسم الله طبعا شايفين الخليط كريمي ازاي اولا عشان يمتصوا الجلاش كويس وتستوي وتطلع علينا خليط رائع فينا سمك تضيف معلقتين دي انا بصراحة ما بحبش بس يعني برضو الشباب هنا حاولوا يعملوا كده لقوا الفرق ان اخدت شكل كيكي لكن هنا بصوا خفيفة خالص وايه وتلاقوا نفسكوا اما تنسقوها بقى بالشربات هتتبسطوا جدا الله عالجمال شايفين الجمال ايه الجمال ده الله الله شايفين ادي شكل الايه بصوا بتتشربوا ازاي نادا الرؤاء مش هيقدر يتشرب كل الموضوع ده هنعمل كده من جناب اهو هتنفش بقى وتاخد شكل حل ويفضل لو حطيت السوداني ما يكونش محمص قوي يعني يكون يعني نص تحميصة او ناية وانتوا تحمصوا جزء حاجة بسيطة انه يتحمص في الفرن من السخنية بصوا جمال هتدخل فرن حرارة 180 على الشبكة في النص مرتفعة مش بعيدة اهو بسم الله هنحطها هنا وانسيبها بقى هتاخد حوالي 25 ل 35 على الاكثر دقيقة اكتر من كده اه مش هتاخد طيب انا دلوقتي هعمل الشربات الشربات اهو قدام حضرتكم بنحط الاول كمية الماء بسم الله وبعدين كمية السكر كوبايتين السكر اهو خلاص عندي اختياري معلقة الجلوكوز وممكن استغنع عنها لو هي مش يعني ايه مش هحتاجها انا بس ايه عايزة ادعم الشربات بتاعي اهو نقطة كده معلقة صغيرة او نص معلقة كبيرة مفيش اي مشكلة خالص كده خلاص تمام وبعدين عصير الليمون عصير الليمون ده مهم جدا اهو بسوك كمان اهو بسم الله اهو اوكي تعالوا بقى انا هسيبه مش هعمل حاج هرفوه على النار ولا هقلبه ولا هلمسه ولا هاجي جمه اول ما يبدأ يغلي ويدخل في الغليان ههدي النار واسيبه عشر دقايق ده سوى الشربات المزبوط على نار هدية بعد العشر دقايق هطفي عليه هضيف اخر حاجة الفاناليا عشان ما حطهاش من الاول وما تمررش هتبقى شربات رائع وخفيف هسيبه بقى بره يهدى ويبرد تماما ياخد درجة حرارة المطبخ لما تطلع الكيك بتاعتي هسيبه الكيك بتاعتي بالشربات واعلن الحكم عن انتهاء الشوط الاول هنطلع للصراحة ونرجع للشوط التاني ونكون استعالتنا الكيك بتاعتنا طلعت اخبارها ايه؟ مستنى يا حضراتكم اهلا وسهلا بمشاهدين مرة تانية ورجعنا من الاستراحة ونتزي مع بعض الشوط التاني دلوقتي احنا عملنا الشربات بصوا بدأ يغلي ازاي؟ انا ملمستوش على طول داب وعلى طول كل حاجة فيه بصوا ما بقاش فيه ولا فتفوت السكر تحت خالص اول ما بيغلي من دلوقتي هحسب له عشر دقايق بالزبط العشر دقايق دول علشان اقدر اطفي عليه بعد كده واسيبه ياخد يهدى خالص وبعدين بقى لو هنحطه في التلاجة او هنستخدمه طيب انا خلاص كده خلصت الشربات هرفعه بقى هنا كده وتعالوا بقى نبدأ في وصفة جميلة جدا ووصفة من وصفات المحببة قوي بيعملوها هي الصفوف اللبناني الصفوف اللبناني من الوصفات الجميلة قوي قريبة من حاجات عندنا لكن خلينا نشوف الطريقة الجميلة بتاعت اخواتنا في لبنان عندنا طبعا دي اختياري يعني عندنا الاول نقول المقادير الاساسية عندنا كبايتين من دقيق كبار الكباية 200 جرام يعني حوالي 400 جرام عندي كباية ونص من السكر حوالي برضو 400 جرام عندي كباية ونص من الميا وعندي نص كباية من الزيت او السمن زي ما حضراتكم تحبوا تستعملوا انا هستخدم زيت مليان وعندي كمان 3 معلقة كبار من السميد النعم سميد البسبوسة معلقتين كبار من اللبن الباودر معلقة كبيرة من باكينج باودر ونص معلقة صغيرة خميرة فورية ونص معلقة من الزعفران الباودر او الكركم يعني لو ما فيش زعفران باودر الكركم هي الفكرة في اللون انا طبعا يعني المكونات الجفة بتتحط كلها مع بعض ولكن السكر والكركم بدوبوا مع بعض او الزعفران بدوبوا مع بعض تعالوا كده نحط السميدة على الدقيق هنا أول حاجة المكونات الجافة وعندي الباكينج باودر نص معلقة الخميرة عندي لبن البودرة وتعالوا زرة الملح ونقلب كده تقليبة حلوة بسم الله المكونات الجافة دي مع بعض كده وبعدين هاخد السكر أدوبه هنا في الماء وهاخد معي كمان الزعفران الباودر أو الكوركم زي ما حضراتكم تحبوا المتوفر عندكم ونقلب كده حبة حلوين لحد من إيه ندوب الخليط الحلو ده أهو كده طبعا الزعفران باودر بيدع وبيبقى مش غالي زي الزعفران الشعر نقدر نجيبه من عند العطار موجود ومتوفر وممتاز يعني ودي لون رائع أقوى كمان من اللون ده كده نقلب تقليبة حلوة حدما السكر ده يدوب تماما الله كده هدهن الصانية دي بالمعلقة الطحينة مش بسمنا و هجهزها دروقتي مع حضراتكم تعالوا بس الأول بادوب كده كمية كويسة الله بدأ السكر يدوب تماما خليني كده أخذ هنا الصانية اللي أنا هعمل فيها مسعى فلتكن دي وهيأخذ كده بالفرشة وهامسح مسحة كده بالطحينة الطحينة البيتي اللي احنا عاملينها بقى رائعة اهو مسحة طبعا للتجميل تقدروا تحطوا أي نوع من المكسرات هو احنا هنا هنجملها باللوز وانا هقول لحضراتكم معلومة عنه اللوز لو عايزينه يدخل ويحتفز بلونه الأبيض يعني يفضل زي ما هو كده لونه أبيض ما يتحرقش في النار وإحنا هنحطه ناي احنا طبعا اللوز لو هو بقشره زي ما اتفقنا هننقعه فيه مياه سخنة وبعدين ربع ساعة نسيبه وبعد كده هتبدأ القشر بتاعته تنفصل هنطلعها ونفصله اتنين هيتحط بالطريقة دي سادة بس لازم ننقعه على الأقل من ليلة قبل يعني اللوز اللي قشرناه ده يتحط فيه مياه لمدة ليلة من قبل علشان لما نحطه ما ياخدش لون في الفرن فما تيجوا تشوفوه هتلاقوا لونه فاتح وجميل هولهوركو دلوقتي في الوصفة بتاعتنا أنا دلوقتي حطيت كده الطحينة هاخد بس الخليط ده كده وهروح هناك أنقله في بولة كبيرة عشان نبدأ أضربها هاخد كده هاخد كده المواد الجافة بسم الله فبولة بس أكبر شوية ونبدأ نضيف عليه من المكونات السائلة بس طبعا خليني الأول أضيف الزيت نص كوبية الزيت هعط زيت مليان بسم الله بس شكرا شكرا هنقلب كده تقليبة حلوة ونبدأ نصب بسم الله الخليط وخلينا ندوب بالمضرب بسم الله الرحمن الرحيم نضرب الحاجات الحلوة دي مع بعض شكرا في بسم الله طبعا الزعفران بيخلي لون أصفر أصفر قوي كأنكم حطين ملون غذائي بالزبط ولون مش موجود ممكن نحط ملون غذائي على طول بس طبعا الزعفران بيدي لي يعني خائدته وهو دي الطريقة الأصلية حطينا كل المكونات الجفة أول حيبة مع بعض الخميرة والفاكينج فاودر والدقيق وزارة الملح كل ده خلطناه مع بعض بصوا أهو وبعدين خلطنا السكر مع الزعفران الفودرة مع كمية الماء وحطيت هنا نصف طبعا كباية الزيت بصوا بقى لا هي هتخمر في الفرن خلاص احنا هنصب على طول وتمام هيبقى الدنيا بتاعتنا تمام مع المكونات دي يعني أنا مش هستنى عليها تخمر عشان هي فيها نص معلقة خميرة لا انا هوري حضرات هي بتخمر في الفرن ما تقلقوش زي ما البيتزا كده لما نستخدمها ما هي برضو بتعلى تاني في الفرن اي حاجة فيها خميره لازم بتعلى تاني في الفرن لازم تاخد جزء تاني في تسوية الفرن لكن طبعا بعيدا عن المخفوزات اللي لها سيستم معين طيب تعالوا بقى كده سؤال مهم أنا بحبكوا عشان كده والله هذه الصينية اللي احنا غلفناها تحت القاعدة بتاعتها بالطحينة هناخد كده بقى المكون ده أو الخليط بتاعنا ده بسم الله هنصب كده من الوصفات الجميلة برضو جدا لما بتطلع بنمسح وشها بالشرباط التقيل أو بالعسل الوش بس لازم يبقى بيلمع لكن ما بيتصبش فيها حاجة وهي فيها نسبة سميد لبقسة بيها يعني ثلاث معالق تقريبا مش كتير فهي مش زي الكيكس اللي محتاجة تطرق كخليط يعني بصوا هعمل بس كده وبعدين نجمل بقى بالإيه باللوز بصوا حضراتكو ادي اللوز جمله بقى بالشكل اللي يعجبكوا يعني عايزين تحطوا اللوز كده أنا بس أحب أفتحه أنصاف كده عنصاص يعني كده بشكل حلو اهو بصوا بقى ده اللوز بعد ما بيتنقع ليلة كاملة أما بيدخل بقى الفرن كمان بيبقى جميل حبايبي بصوا يعني بياخد كده تسوية بس بيطلع لونه كده فاتح بيبقى رائع سبحان الله فدي برضو معلومة جميلة تقالتلي وأحب أن أنا أفيد حضراتكو بيها يعني طالما أنا أفادوني وطبعا مرسي لكل حد نقل لنا الوصفة دي مظبوطة بشكرهم شكرا جزيلا وبجد وصفاتكو كلها جميلة كل الشفات اللي موجودين عندكو رائعين أنا هعمل كده كم شكل بس كده وصوا جمال هندخل الفرن حرارة 180 كيك عادي خالص إحنا عاملينه وإيه وعايزين يطلع بشكل جميل أهو وصوا جمال أهو كده نوزع بقى الشكل الحلو ده زي ما أنتو تحبوا يعني عايزينها أي شكل أنتو تحبوا طبعا التجميل ده يرجع لحضراتكو لكن هي الفكرة بس في أن احنا نعرف إزاي نطلع اللون ده فاتح كده حبايب قلبي أنتو الحلو اللي موجود بجد في البرنامج ده بجد كل الموجودين في كنترول وكل السادر مصومين والقائمين على البرنامج ده كمان في وسط قناة يعني مميزة فأنا بشكركم جدا حبايب قلبي أهو أنا شايفة إن كده جميل إيه رأيكم حلو كده يلا بينا ندخلها بقى الفرن حرارة 180 هنسيبها تاخد وقتها يعني مش كتير بسم الله رحمه بصوا بقى التانية بدأت تطلع معنا إزاي بصوا يا أمامير بصوا يا أمامير بصوا اللي فوق يا أمامير ألفها الكلفة بصوا بصوا تماسكت إزاي الله 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 بنقفل طبعاً لما هتطلع كيك الجلش هنسقيها شرباط لكن الصفوف هنمسح بس الوش أولي الحضرة لكم بصوا بسم الله تسلم إيدك يا مصطفى عشان أنا بحب الكريز يعني بس ماشي جميلة طيب أهو الله الله بصوا الجمال بصوا اللي فوق طالع أبيض إزاي وجميل تعالوا بقى نمسح كده الحروف أهي شايفين بنمسح بس دهان عالسريع لكن مش بنسقيها لكن كيك الجلش هنسقيها شرباط هتاخد كوباية شرباط من اللي احنا عملناها ده بحرارة المطبخ طيب يلا نخليهم بقى في المفيد وصوا الجمال الله 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 طيب احنا عملنا الصفوف الزعفارات للبودرة يا جماعة مش غالي احنا ماحتاجين حاجة بسيطة يعني نص معلقة صغيرة مش حاجة فممكن نجيب منه مثلا حاجة بسيطة كده 10 جرام ولا حاجة بس من الشعر في البودر يدي لون جميل وبصراحة شتاكلوها أصلية كده وجميل شوفوا بقى اللوز هنا لما احنا نقعناه من قبل بيوم بصوا دخل الفرن وخرج بلونه جميل زي ما حضراتكم شايفين كده دي معلومة جميلة وعفكرة المعلومات دي مهمة جدا مهمة بجد لأنه فيه تكنيك لكل بلد يحترم وطبعا دي حاجة بنشكرهم عليها لأن احنا بيضاف لنا وصفات جميلة من عندهم بنحب ناكلها لما بنروح لهم وهما كمان بيحبوا وصفات جميلة عندنا فأكيد التبادل التراث ده رائع تعالوا بقى نقدمها هناك كده بسم الله الرحمن الرحيم وايه ونوديها هنا اهي جنب الأمر دي وهنبدأ بقى نستعد لأنه كده خلاص الشربات بدأ يهدأ وكده الحكم صفر بانتهاء الشوت التاني وسيعلن عن استراحة ونرجع للأكسترا تايم في انتظار حضراتكم ورجعنا من الاستراحة وعملنا ايه في الشوتين عملنا كيك الجلاشة الرائعة اللي بنسقيها دلوقتي بالشربات وطبع تقدروا تقلبوها أو تكلوها كده احنا عملنا واحدة مقلوبة واحدة لأة وصوا وصوا جميل تسلم اديكم طيب احنا كده هسيبها بقى تتشرب شوية حلوين هي دافية والشربات درت خط حرارة الجو حرارة المطبخ يعني انا مبسوطة بيها جدا الحمد لله ان هي تلعت جميل بصوا بقى ده لو هتقدموها كده ممكن نعمل بقى كيك شوكولاتة لكل محبي كيك ما يفعش نعمل يعني كيك مثلا نسفوه في اللبناني ونعمل الكيك الجلاش وننسى حبيبنا اللي بيحبوا الشوكولات خلينا نعمل كيك كده لطيفة وسريعة وينفعت تخيلوا الكيك دي لو تلعت معانا حلوة كده ممكن نعمل منها حاجة تطلع طرطة ازاي؟ ما عرفش تعالوا كده نشوف طيب اول حاجة كيك الشوكولاتة انا هقول لو عندي كوباية اللي ربع من الدين وهو عمل مقدار صغير في حاجة من يوك كده صغيرة تطلع شكلها لطيف طبعا انا لو حركت عمله قلب كبير زي اللي رعب لها ضعفه المقدير خلاص طيب عندي كوبايتين سكر كوبايتين سكر دول سبتين مش هضعيفهم هيبدروا سبتين ومن المفروض من كوباية ونص او كوباية وربع لحد ايه الكوبايتين زي ما تحبوا عندي كوباية لربع من الكاكاو الخام معلقة ونص من باكينج باودر معلقة ونص باكينج سودا معلقة صغيرة ملح مش معلقة صغيرة رشة ملح خليها معلش رشة ملح يا ولاد انا هحط البيض اتنين بيضة وممكن تضيفوا بيض لو انتوا عايزين عندي كوباية من اللبن وعندي نص كوباية من زيت مليان وفاناليا سيلة وطبعا هستخدم كوب ماء مغلي ماء مغلي مش ماء سياخن ماء مغلي طيب ممكن من الشغل خلينا نوديها ضمن حاجاتنا الحلوة اللي هناك بسم الله عبل ما تتشرب براحتها نحطها هنا ده ونبدأ بقى في الحاجة بتاعتنا انا عندي اول حاجة هنخلط الخليط بتاعنا ده في بولة بسم الله ادي بولة كده نشوفها كويس وهبدأ بقى البس الجلابس كده ونبدأ نشتغل مع بعض هنخلط على المكونات الجافة الحاجات الحلوة دي احنا ممكن نضرب البيض السكر اسفة مع كمية من الزيت بس انا مش هعمل كده انا هضيفه بشكل تاني خالص عملها مش خليط الكيك التقليد اللي احنا شغلين به يعني فخليني الاول هاخد كده بسم الله البيض واحط عليه الفاناليا وبعدين عندي هنا الكاكاو الخام هضيفه على الدقيق كل مكونات الجافة كده مع بعض كاكاو الخام يعني مدون سكر مش الانواع اللي بسكر تمام واتنقوا النوع في انواع كتير حلوة اسألوني على الصفحة الشخصية شوفها عظيمة حمزي العربي هجيوا بحضراتكم النوع ايه الانواع البديلة وبيت ضخمة عند العطار بيبقى نوع اسباني هنحط كمان بيكينج باودر والبيكينج صودا وعطنا رشة الملح خلاص هنقلب كده تقليبة حلوة بصوا بقى طبعا احنا اتفقنا انو بيكينج صودا ليها ما نقدرش نقطر منها ونستخدمها ككميات كبيرة زي البيكينج باودر فالبيكينج باودر هي خميرة الحلويات اللي هي بتساعد في الرافع الكيك وطبعا تقدروا لو عندكوا بيكينج باودر بقى له فترة زيت يعني تعرفوا ان هو شغال كويس انو تتجربوه لوحده الاول البيكينج صودا بس ما نقدرش نكسر منها لانها يعني مش يعني ضارة مش هياش سهل ان احنا نتعامل معها بكميات كبيرة كده فمش المفوضة راح يستخدمها كتير تعالوا بس انا عايز اروح الناحية دي وادي بس كده اخد الكبة دي هنا بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نحط فيه شتل ايه العجان بتاعنا القمر ده المضرب الكهربائي ونشتغل كده بسم الله الرحمن الرحيم نقل الدول كده مع بعض بسم الله الرحيم نقل الدول كده بسم الله الرحيم نقل الدول كده مع بعض اشتركوا في القناة والوقتي بقى اقدر اضيف الزيت شوية شوية يعني نص كباية الزيت دي شوية شوية وانا بسخن الكتل اهو وعندي طبعا لبن ودي الزيت بيبقى خليط خفيف حضراتكم بتستغربوش بسم الله الرحمن الرحيم زيت مليان وهبدأ اضرب تاني بسم الله موسيقى 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 بابادل مع كمية اللبن مع كمية بقى الخليط الجاف نحط شوية وشوية بسم الله الخليط اللي احنا حلطناه معه الككاو والبيكينج صودا والبيكينج فوتر بسم الله نحط كده شوية ونقلب بالتبادل مع الكباية ما تنسوش ان فيك لسه كوباية مياه سخنة او نص كوباية طبعا ده على حسب نوع دي خلينا الاول نعمل كده عشان ما نبهدلش الدنيا بسم الله خليط ان شاء الله تستمتع بيه وينفع يتعامل منه الجاتوة او طرطة هتبقى حلوة قوي وكريمي هناخد كده نص بقى لون الكاكاو لما بيكون كاكاو نوعه حل ده نوع اسباني من عمض العطار ممتاز لسه هاخد باقي الخليط الجاف اللي انا سيباهن وده اللي هبدأ اخفه بالباقي اللي هي كوباية المياه السخنة اللي قلت لحضراتكو عليها سخنة مغلية سخنة مغلية بسم الله هذه المياه السخنة المغلية بسوا بسم الله اهي وهبدأ اخلط تاني بسم الله موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة خفيف ما هواش خليط كيك تقيل تمام وهنجهز قالب انا عملت دي مدورة ممكن نشوفه عبال ما يجبوا لي قالب هنصب بقى الخليط ده هعمل ايه بقى فصانية هدهن مسحة من الزيت وهحط طبطينة من الكاكاو اي كيك شوكولاتة حضراتكم عايزين تبطنوا ما ينفعش نبطنوا بدي ايه لازم نبطنوا بالكاكاو فيطلع مش بقى بعد ما يستوي تلقوا حروف بيضة على الكيك لأ تلقوا كاكاو منه فيه يعني لونها زي اللون بالزبط طيب دلوقتي بقى هطلع الكيك قدام حضراتكم كده هنشوفها بعد ما مندخلها الفورن حرارة 180 على الشبكة في النص هنبدأ نستعد ان احنا نعمل الكريمة الزبدة بتاعتنا ونشتغل فيها حلو انا دلوقتي لو انا هفطرد مثلا عندي فيه قلب هنا خلمي اسمحولي اجيبه معلش ده بقى ممكن يعملكوا طورتة عالية قوي طيب لو انتم عندكوش القلب ده ها او عندكم قلبين منه اقسموه على مقدارين يعني ما تسووش كمية الكيك كلها لما تكون عالية او هتبقى عالي لحد هنا الافضل لا نقسموه على اتنين قلب فالكيك يطلع بمستوى كده يطلع اتنين قلب تعملوا طورتة اربعة دوار رائعة فخليني انا دلوقتي همسح هنا مسحة من الدقيق بس قبل اسفة من الكاكاو بس قبل ما هعمل كده خليني ايه ممكن اعمل كده بمنديل امسح مسحة زيت خفيفة بس كده هنا وفي الجناب وهبدأ اعمل ايه احط طبطينة كده من الكاكاو بسيطة بس في القاعة ماشي اهو اهو كده هوري حضراتكم الشكل العام اهو شايفين ازاي تبقى متبطنة بلد ايه اهي فهتبقى رائعة بصوا بقى دي الاسفة بالكاكاو ده بيبقى رائع للكيك اهو كاكاو والطبطينة رائعة قدام حضراتكم اهي تسلم ايديكم طيب هبدأ بقى صب الخليط وانا بقى رأيي ان احنا لو عنا عندي القلبين المقاس الصغير ده حد اقسم خليط الكيك ده على اتنين قلب منه بسم الله هنشوف كده العلوه ايه لا هي ممكن تطلع خليط واحد لحد تلت القلب فقط لا غير هي كده اخدت معايا تلت القلب اهو بصوا حضراتكم ده هايل هايل اهو اللي عايز يبطن بورقة زبدة يبطن تأمينا ويدهن عليه الزيت مفيش مشكلة وهتدخل فرن زي ما قلت لحضراتكم على الرف مية وتمانين على الشبكة في النص لحد ما تعلى معايا لو افترضت ان الفرن ده كان حامي بصوا الصفوف ما شاء الله يا سلام يا سلام الصفوف بدأت تعلى ازاي وتدي لون في الفرن هسيبها لحضراتكم تشوفوها وحبدأ بقى نضف هنا حواليا ونجهز لكريمة زبدة سريعة هي طبعا معروف مقادرة انا هقول المقادير مرة تانية عشان احنا ما كناش عايزين نعمل التورتة كتورتة يعني بس هديكم فكرة لها هاخد كده السكينة المنشار انا سيبه لكم مفتوح تمام بصوا بقى هاخد كده حروف الكيك دي حروف الكيك دي اول ببتطلع باخد كده الوش بتاعها بجمعه هنا ما بترمهاش الكيك زي ما بترميش الكيك ده بتعامل منه كيك بوفس بتعامل منه البول بتاعة الجاتو اللي احنا بنشوفها الكورة المدورة اللي بنشوفها في الجاتوهات بتتعامل كده فهاخد كده من المستوى الكيك ده اهو كده عشان بتبقاش له قشرة ضخمة بننظف بقى الحاجات دي كده اهو شايفين ازاي تبقى طريق طيب دول هعمل فيهم ايه دول هخلطهم في الكابة بخلطهم في الكابة ويطلعوا باودر اجمل بي اما الجاتو او التورتة او اضربهم في الكابة واعمل منهم باودر واشتغلهم كيك بوفس اوكي وهنعمل مع بعض الوصفات دي بعد كده بسم الله كده تعالوا بقى ننشوف بس هنا مكان هنا ونبدأ نخلطه عشان هي فيها مياه لازم تبقى جافة تماماً يعني وش الكيك مش برنيه طبعاً نقدر نحتفظ به في الفريزر بالشرطة تشتغلي فيه دلوقتي ممكن تحطيه كيس وتشتغلي فيه بعد ما حضرتك تحسي ان انت فيه دلوقتي وقت قادر تقفي تعملي حاجة للولاد فيها كيك بوبس او كيك صغير او بول بتاعة الايس كريم طيب تعالوا بقى ناخد كده ببواقي دي هاقفين البول اهي بصوا هنحطها هنا اهي هنطحانها بقى طحنة كده عايزين تطعموها تاني بمعلقة كاكاو ماشي بس هي مش محتاجة اهو كده اهو بصوا اتنين من الكيك اسمتها واقدر اسم دي كمان واحدة لو انا عايزة احشيك واهو بصوا بقى باودر ازاي بصوا اجمل بيج جناب بتاعته بتاعة الكيك واقدر اعملوا بقى عليه كريمة بس يبقى كيك بوبس واكوروا وانزلوا بس في جناش شوكولاتة واحطوا في التلاجة والولاد يستمتعوا بيه تعالوا بقى ناخد ال احنا مجهزينه انا مجهزة هنا حاجة بسيطة للحشو وطبعا احنا هنستعد للفقرة اللي جاية معانا فيها دكتورة دينة ابو سعود هتكلمنا عن موضيع مهمة جدا جدا الحقيقة خاصة دي المناعة هتفرق معانا ومع اولادنا في حاجات كتير قوي خليني بس كده ايه انا بعمل كده الكريمة بشكل طبعا هنعمل ده مع بعض تاني بستفسار انا بس جات لي الفكرة دلوقتي وانا بشتغل مع حضراتكم فروحت مجهزها فورا يعني ايه مش هطاها في دماغي بس بصوا الكيك العادي ممكن لو مقاديره حلوة نعمل منه حاجة حاجة رائعة تمام انا هقلب بقى كده الكيك نفسه مش هاخد ده هاخد دي هي القاعدة هي دي العكس يعني دي هتبقى كده ودي اللي هقفل بيها كده شايفين ازاي هتبقى هي دي القاعدة بتاعت الاساسي يعني القاعدة اللي تحت هي اللي خدتها على الايه وش الكيك ماشي نقدر بقى من الجناب هنا ناخد من الجناش اللي احنا عاملينه وده سهل قوي او بالكريمة عندي حاجتين اهم خلينا نور بيهم لحضراتكم نشتغل بيها على التوكولات زي ما انتوا عايزين بصوا بقى الجناش اهو ناخد منه شوية كده وايه ممكن اهو بصوا على الوش الكيك وهنبدأ بقى نقفل كل الحاجات الحلوة دي بشكل جميل زي ما حضراتكم هتشوفوا حتى من الجناب وتدخل التلاجة تمسك نفسها لازم خلاص نبدأ بقى نجمل من الجناب ونحط بقى وردات جميلة هوريكم شكلها بصوا بقى مخرجنا اما تيجوا تقطعوا قطعا منها تبقى عاملة كأنها جاتوا انتوا جايبينوا من بره وهو احلى كتير بتطعم البيت طالما بتستخدموا شوكولاتة نوعها حل وكمان نوع الكاكاوي يبقى حل تمام هنبدأ بقى كده وبعدين نقفل من الجناب ودلوقتي بقى هنستعد لي الفقرة التوبية واسمحونا بقى هنطلع استراحة هنرجع نشوف الحاجات الحلوة اللي احنا عملناها ونطلع استراحة نستقبل فيها ضفتنا الجميلة دكتورة دينا ابو السعود في انتظار حضراتكم اشتركوا في القناة